تحية مجددة لكل من التحق بين اللحظة مشاهدين وفي غفلة من القيم والأخلاق يخرج للدنيا أطفال رضع مجهولو النسب ترميهم أمهاتهم في صندوق قمامة وأخرى تضعه على الرصيف أمام دور أيتام لا يعنيها مصيره رحلة هذا الرديع مع الحياة تبدأ من محضر في قسم الشرطة وتنتهي بتسليمه لدور الأيتام وهناك تتفتح عيناه على العديد من المشرفات يقول لهن ماما وبعد تخطيه الخمس أو ست سنوات ويبدأ إدراك ما خوله يعي جيدا أن كل ما حوله كذب ووهم ولا أساس له من الصحة لا أب ولا أم ولا أسرة ولا عائلة ولا بيت حتى اسمه تختاره له الدولة مشاهدين معنا في الستوديو السيدة دليلة عينة من مجهولية النسب مرحبا بك دليلة مرحبا أختيك نعم ومعنا الأستاذ أمينة حريش أخي صائية اجتماعية صباح الخير أستاذ صباح الأنوار لك نزيحة والدليلة كذلك وكل مشاهدات والمشاهدين شكرا لك يا أستاذ إذن نبدأ معك دليلة يعني لو تحكينا القصة تاعك يعني منذ الطفولة يعني منذ أن بدأت ربما تتذكرين الحياة وأنت في دور الأيتام شفيت على روحي هكا ما شفيت شمالي حكوت صغيرة مش فاها هكا على روحي مني كوت صغيرة حليت عيني وأنا قيت روحي في مركز طفولة المسعفة وبعد كي مرسترجلي داوني للمستشفى قبل ذليلة قبل فقط ما تذهبين للمستشفى يعني حكينا على الطفولة كيفاش كانت في دار الأيتام كانوا يعاملون هكا بصح ما كاش كي مالي تربى في حجر مالي ووجو عائلي بس كو المجتمع تعنا كيت كبري ما مايرحمك وحد مايرحم وحد مايرحم وانا ما عندي حتى ذنب في هذه القضية تاعي يعني ضحية المجتمع ما لقري عشت عشت متشردة وشفرت وعشت الظروف صعبة الحمد لله خرشت شاريفة وخرشت بشرفة وخرشت فحلة وصح عشت ظروف صعبة عشت صعبة جدا ما عشت واحد الحمد لله خرشت فحلة خرشت فحلة بزاف باش تعيش وحدك كيما أنا هكا في الطفولة المسعفة وتعيش في مستشفيات وذكرني مبت في البلد يتعب نعكون باش تكون هكا شاريفة ومحترمة وجام يدخلت الحبس وجام يدرت حويت ومشي ملح هذي نعمة ومعند ربي سبحانه هذي ابتلاء ربي يبتلني صح صح لقيت صعوبات بزاف كياني هكا شده شاريفة ذو كوالدية خلاص منحوش عليهم بسكو خلاص ماوقيت حتى قاملة معهم كبرت واحدة يشغل ربي سخليها كناس صح دوكات ضوروا بصعبة لاني عشتان مدابية دولة هذي تشوفيات كيما تتني اسم تتني دار عشت محرومة من دار دليلة سنتحدث عن هذا لاحقا فقط دليلة كان في عمرك ربما تسع سنوات خرجتي من دار الايتام يعني حتينا فقط على هذه النقطة شغل شوية مشفيتش ملح بس كو دابني بزاف المرابيات المستشفى بنعكن هون ومستشفى باق سبيتر باشا تمالي نشفى على راحي ملح بس كو وعشت ضوروا بصعبة رجل يقرب مقطع وهالي وكنت صغيرة ومشفيتش ولدي زيستانسة على الاداسة ووقفوا معايا ووانا مشفيتش على الحين اراني ضاحية ملح بي حتي طالب باش ذوكين كبر يعملوني هذي المعاملة كي يتشده شرافي ومحتي طالب باش ذوكين كبر يعملوني هذي المعاملة كي يجي تشده شرافي دولات توفر لساكن بس أنا ما نشتعل الانترامة الشارع دليلة نعم أستاذ أمينة فقط عندما نشوفه مثل هذه الحالات دليلة عينة من مجهولية النسب في الجزائر وهم العشرات إننا نقول المئات هل مجهولو النسب مرفوضين في المجتمع الجزائري خاصة أن المجتمع الجزائري ربما مخافض أولا نقول أن دليلة هي عينة من المئات نعم للأسف الشديد نزيها عندما نبتعد عن القيم والأخلاق في مجتمعنا المسلم المحافظ عندما في لحظة النزوة يعني يرتكب الرجل والمرأة كدهما يعني الذنب وذنب الاثنين يرتكبان تلك العلاقة الجنسية الغير الشرعية التي في المآل يكون هذا الراضيع هذا الضحية هذا الراضيع الذي يتم رميه في القمامة أو حتى الإجهاض يعني لأنه عنده الحق أنه يعيش حتى وهو جاني في بغن أمه وبعد هذا الراضيع يكبر ويتصبح إمرأة أو يصبح رجل محطم معنويا رأي دليلة مدمرة رفض المجتمع لهذه الضحية هي لم ترتكب الجرم هي لم تخطئ في حق ذاتها هي وجدت نفسها تلك البريئة في دور الطفولة المسعفة ودور الأيتام يعني لم تفرح بكلمة الأم لم تعيش تلك الطفولة التي يعيشها كل الأطفال لأنور الطفولة أن الطفل يكتسب ذلك الحنان من الأب والأم يعيش شهدك الحب يعيش في جو أساري فيه الاستقرار بعدها تأتي الملاهقة نعم فترة الملاهقة أي وبعد تحكينا على الملاهقة الملاهقة لأي طفل عادي يبحث عن الهوية على الانتماء يبحث عن ذاته فما بالك الملاهق من الطفولة المسعفة يعني يجد نفسه في الصراع وخاصة المرأة نعم لأن المرأة نحبين وكرهنا هذه المرأة تحتاج دائما إلى الحماية ونشوفوا أنه شابة مثل دليلة والكثيرات هي شجاعة شجاعة أنها جات وتكلمت وحكات نعم يجب أن تصل الرسالة إلى المسؤولين يجب أن تصل الرسالة إلى كل أطياف المجتمع أن هؤلاء ضحية لم يرتكبوا الجرم مش هما السبب لأنهم وجدوا في هذه الدنيا نقول حاجة الطفولة كانت طفولة صعبة بالنسبة لها يعني تنشأ تنشي أكيد تنشي أغير سليمة رغم أنه دور الطفولة المسعفة تحاول المربيات شكرا يعني لكل واقفين على دور الطفولة المسعفة أن تمنح الحب أن تمنح التربية لكن دور الوالدين ضروري بعدها تأتي المدرسة يعني أول شي عندما يعي هذا الطفل من أنا؟ من أين أتيت؟ يعني أنا أين انتمائي؟ من هو والدي؟ تطرح أسئلة قد تكي الآن ما نبحثش خلاص بحثته وبحثت أين الوالد؟ أين الأم؟ أين الجد؟ أين العم؟ تجد أقرانها؟ تجد زملاء في المدرسة؟ بعدها تجد الرف في المجتمع؟ أين هي القوانين لهذه الفئة؟ كيف تدمج هذه الفئة في المؤسسات؟ كيف تدمج في المجتمع؟ كيف نشوف أنه هذه أصبحت شابة؟ يعني ما عنداش الحق تقعد في الطفولة المسعفة؟ نعم ستدخل بلدية وقالت أنها تحافظ على شرفها وإحنا نعرف أنها هذه أنا نعتبر كنتين قول لك تخرب نفسك أنه رغم كل الظروف عدرتي أنك تحافظ على نفسك يعني الجزائرية الفحلة الحرة رغم كل المواقف الصعبة لا يوجد من تبرر أنها ترتكب الرذيلة أو تمشي في طريق الخطأ وتقول لك الظروف أن هذه نموذج أن كل الظروف ليس لها انتماء الضرر نفسي حاد ما عندكش انتماء نزيهة فما بالك الظروف الاجتماعية والمادية وقعدت هذه الأنيسة الحرة الشريفة اللي من خلالها نقول لكل مسؤولي قطاع التضامل الاجتماعي وحتى وإحنا رغم نقولون عن تعديل الدستور وقانون الأسرة وإلى آخره يجب أن تكون قوانين موجهة مباشرة للطفولة المسحفة نعم دليلة فقط لو تحكينا يعني بعد ما ربما نعم بعد ما صبحت ربما تعرفي وكنت في دار الأيتام بعد سن 9 سنوات كنت تحدثت قبل يعني تحدثت أنا ويك قلت لي أنه في سن 9 سنوات يعني أخذتك إمرأة مسنة يعني باش تربيك هي بعد ماتت ماتت العجوزة نعم قلتش عندها بساف ماتت بعد كما أنا مكتب المدة اللقعتها عند الإمرأة المسنة يعني كم كانت؟ أنا أو لا هي أنت الوقت اللقعتها أنت عند الإمرأة المسنة هيش حرف أمرأة؟ لا لا أنت الفترة اللقعتها عند الإمرأة المسنة بعدها وتوفت من با واحد عام من با واحد عام نعم كيفاش كانت المعاملة تعداتي لما مصنطخ نعم مصنطخ سنية علي وبدأتني قلت لهم عجبتني هذه وبدأتني مسكينها الحق ديرتني شغل شفيع لها ذوك اللحظات دالين؟ نحن أنا اللي معطوا هاليش والدية هكالي عشت محرومة وتخلوا عني وأنا طفلة بارئة أو صغيرة شغل هي عطتها لي عطتها لي مسكينها بك شغل كي ماتت شغل بلادها محبش يتحمل المسؤولية مش يخلوني دعم عندهم تتذكري اللحظات اللي داتت فيهم الإمرأة هذي؟ شويت ملاح فتت صغيرة نعم شويت هكا في هكا كحليت عيني في المراقة عشت الظروف الصعبة وبعد مدتك الإمرأة المسينة يعني عشت هكا برغم نعم 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 عشت في الشوارع العاصمة ورقيت زعمها كالشرطة كنت مراهقة يعني عشتي في الشوارع وعشت في شوارع بعد وفاة الإمرأة المسينة عشت في الشوارع بعد وفاة الإمرأة وحافظت على شعرفي شغل كي ولد شغل كنت حبا ندافع على نفسي كنت حبا نخرج بوليسية زيما هذا كل عنف لي كانوا يعملوني بي تعدوا عليها بره ضربوني ودم سألاج الشعرفي سيلوا لي دمي باش ما لخليمشي تعدوا عليها بس الحمد لله ربي سخلي شورطة هكا عاموني ما خلوني شبهت في الشارع سخلي يدوني الملاجئ بسح عشت ظروف الصعبة اللي عشتها أنا وحدة ما عاشها وحدة ما عاشها ظروف صعبة 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 بتاع خرجت نجاهد فحلة جاهدت على روحي بشو ما نجيبش ضحية ضحية وحدة أخر نعم الحمد لله أستاذا نعم بفضله نفسيحة فقط حبيت نطرح لك سؤال دليلة انتي بعد ما داتك هذيك المرحومة ربي إن شاء الله راي في الجنة الناعيم لأنها راي حداتك ومنحاتك الحناء أكيد بعدها يعني ما فكرتش ترجعي لأنه كان سنك احنا المشكل أنه يلحق السن معينة يخرج وما شرطة قالك ما تقعدش في شارع لازم تولي للصنطخ ما زال عمورة ما زال عمورة بعد مرثت رجلي دوني أنا لا يوجد ملح دوني نقالوني المستشفى بنعكنون ما كبرت عشتي وما قدرتش ما قعدوش يتبعو فيها نعم هذي هو سؤال مطروح لأنه دليلة قالت أنه كنت دي مقب من قبل يعني ما كاش ما كاش زال ما لي تبع ليسويبي ما كاش ليسويبي نغلي وبعد ما أخذوك المستشفى دليلة يعني ما كانش في هناك متابعة حتى من دار الطفولة المسعفة اللي كنت فيها من قبل وقعد تم كبر تم خلوني تم بعد جاءوا المدير المدير اللي جاءت أعطاني بي كالكام في عمرك دليلة كيف تبت في مستشفى بنعكنون واحد ثلاش سنو نعم ثلاش سنو ثلاش سنو ثلاش سنو بدت في قدام الكلواء تعلويني وكيريو وليميدسة جراحين كبار يهم يشوفو في يام يعرفوني يقلوا كيف تبت في طفل أكيمة هذي صغيرة بدت في المستشفى وحدها شغل الحمد لله صح لقيت الاعتداء حبويتها الدولية لكن الحمد لله لقيت ناس ملاح لي يحفظوني وستروني ودوكا هكا تحركي كبرت هكا في المستشفى لقيت بزاف الظروف صعبة محبوش يدخلوني ينخدم واسك كنت محافظة شعرافي لازم يدخلوك تخدمي لازم باش دليلة فقط بأي صفة يعني قعدت في المستشفى يعني مدة طويلة على ما أضم مدة طويلة مدة طويلة كنت مدلسات باش خرجوني يعني كان في سنك 12 سنة حتى لسنة 2012 باش خرجتي من المستشفى 2017 يعني بأي صفة كنت تقتلين في المستشفى كنت ندوي رجلي كنت كنت اوبراني وحد الطبيب دكتور رايسي نحييه ونشكره هو لي سوفاني باش ما سنواني وليت ما نمشيش وربي ثاني يشاف لي يا طيش الصحة وربي حمد ان شاء الله ورقيت أطيباء هكا وبعدها في المستشفى شكون كان الموعيد تاعك كيفاش كانوا يتعاملوا معك امك شغلة انك تتحبي نخدم وما شغلة محبوش محبوش يدخلوني نخدم لازم كبرت لازم لي نخدم لازم تكون عند شهريتي وحدة لازم نتحمل مسئولية أنا صغيرة وتحملت مسئولية وحدة صغيرة مينار هذي ما كاش اللي تكون عايشت الظرف السعبة كما انا وما زالها بشرفها هذي ما هم يكتب علاء كتاب نعم وم حاولتش تليل انك تربحت عن الوالدين تاعت ما لدينا شغل تخلوا عني وتخلوا عني وشغل تخلوا عني وما على بالهمش وكما الاب والأم قالوا لي ماتوا والأب والأم كيموتوهما الصح أنا كيموتوهما لا توجد حنانة وعيشتها وما على المدينة ومعيشتها لدينا ايضا لدينا شارعة ساكين صغير وخدمة كما الناس لماذا دايما الناس تصدق لي وحدي دور علي وحدي شغل نمشي بره شغل دوع في عيني شغل عندي هذا نمشي راسي من الفرح شغل دايما المجتمع ما يرحمش ويرحمني شغل مجتمع تانا ما يرحمش أستاذة أمينة فقط دليلة سامحيني الأستاذة أمينة يعني نشوفوا يعني الحرقة تعد دليلة وهي تتحدث يعني عن والدي انتحها وتقول لك بالرغم من هذا نسامحهم عن ربي سبحانه أنا نقول دليلة عندها ضرر نفسي حاد أول شي قبل ما نجاوبك أنا ندير نقطة استفهام كيفش أنه فتاة بعد ما كانت موجودة في دور الأيتام بعدها أصيبت بمرضي طلب العلاج المطول لكن كيف تتخلى دار الأيتام أو دار الطفولة المسعفة وحنا عدنا وزارة بحجم وزارة التضامن على طفلة صغيرة ترقد يعني في أروقة المستشفى وبعدها تقول لك أنا حبيت نختم حنا نقولوا أن وزارة التضامن هذو يعني ناس هذو هذو أفراد المجتمع لهم كل حقوق المواطنة هم أبناء هذا الوطن الحبيب هذا الشيء والأمر الثاني عندما قتلك أنا سامحتهم احنا نشوفوا أنه فتاة محرومة أول شي قتلك أنا رفضت أني يكون عندي أنا يعني نمشي نسلك طريق الحرام ويكون عندي أبناء ضحية هذا أمر إيجابي أنه خلاص هذا الفتاة هذا الشاب تقول لك أنا ما نغلطش في حق نفسي بعدها نجيب أطفال هي في حق حد ذاتها يعني أخذت نصيبها من الحياة وأول شي هنا نقول أنه كانت تنشيئة يعني في الفترة الصغيرة اللي جوزتها في ضر الأيتم يعني نشؤوها بالقيم والمبادئ مليح يعني اكتسبت تلك القيم نفس الشيء المرأة اللي قامت بتنشيئتها وتربيتها في تلك الفترة كذلك فترة عام المرحومة كذلك يعني نشأتها على القيم أكيد أنه هذا الشيء خلها تحافظ على نفسه هي كبيرة لكن نقول حاجة عندما تقول لك أنا نسامح والدية لأنه حبينا وكرهنا هي ما تعرفش الوالدين لكن تعرف أنها من صلب رجل وأنه كانت أم هي اللي كانت في بطنها تسعة أشهر إذن تلك العلاقة نقول الربانية اللي تكون بين الجانين وبين الأم وبين الطفل وبين الوالد يعني هي علاقة ربانية ومقدسة حتى نقول هنا لكل واحد في لحظة أنا نقول في لحظة شيطان أنه مارس الرذيلة وترك ضحايا رموا الكثيرين والكثيرات أول شي راكم تضلموا نفسكم ثاني شي راكم ظلمتوا ضحايا تكون هذه فقط نموذج هذه جات وحكات كي الكثيرات بعدها هناك وقلوها كين اللي راه كين ضحايا بعدها هنا أصبحنا مجرمات في حق نفسهم وفي حق المجتمع يعني موجودات في الشوارع يتعرضنا إلى وحوش بشرية يعني مرضى النفوذ لأنه نتاكي يشوف وحدة أنا نخاطب احنا الشعب الجزائري مسلم محافظ الحمد لله رغم التدور في منظومة القيم نعم هناك آفة خطيرة ودخيلة هناك جرائم هناك يعني تدنيف واضحة الأخلاق لكن احنا مجتمع مسلم عندما أي شاب يعرف أن هذه الفتاة الضحية يساعدها قد اكتحية للأبناء الوطني أكيد أنها وجدت يد مساعدة من شباب رأي في البلدية يعني احتضنوها بلدية بن عكنون حافظوا عليها ستروها ما نكونوا السربيين لكن أنا نوجه رسالة أول شي يجب أن ننشي أبناء على القيم لكي لا نصل إلى هذا الشي لأنه من سولت نفسه نفسه في ارتكاب ذلك الجنب في حق نفسه وفي حق الأطفال وفي حق المجتمع لأنه عدد كبير للطفولة المسعافة ما ننساش أنه هي قدرة تحافظ على نفسها لكن هناك من ينتقم من المجتمع نعم ما ننساش كاين فرق نفسية وفرق فردية إذن هناك من يكونوا وضحية إذن ينتقم ينتقم من نفسه من المجتمع يعني هنا رأي عندنا أعداد تكون عندنا أعداد كبيرة من الأشخاص غير متوازنين ممكن أنهم يسئون إلى أنفسهم إلى المجتمع نعم يجب التشخيص نزيها لازم نتوقفوا هنا ندقوا نقوس الخطر من هذا العدد الرهيب للطفولة المسعافة نعم هل نمط التنشيئة المعتمد المدرسة فقدت دورها الترباوي القيمي نعم الأسرة فقدت دورها نعم كل مؤسسة التنشيئة الاجتماعية يبتعدنا عن القيم نتكلم على التربية الإسلامية ضروري ضروري أن تكون مادة التربية الإسلامية بحجم سائل كبير نعم لكن أستاذ ربما في ذلكل هذه المعاناة التي تعانيها هذه الفئة ربما المشكلة الأساسية هو مشكلة الهوية يعني دليل اليوم أنها عندها الحظ يعني الدولة الجزائرية يعطت لها اسم هناك البعض ربما ممن لا تكون لهم الفرصة يعني أنهم يكون لديهم اسم ويبقوا مجهولية الهوية والنسب يعني طيلة فترة حياتهم نعم يعانون صدقيني نعرف الشباب ونجحوا كاين حتى طلب جامعيين وعندما ينهي دراسته الجامعية بحكم أنه ما عندوش الهوية وما عندوش اللقب لا يجد منصب عمل يعني هنا رانا هذا نحن نأهلوهم ليصبحونا مجرمين لأنه عندما يقول لك أنا ضحية لم أرتكب الجرم خلاصا نقريت وكبرت وتربيت واكتسبت من القيم قاتل كان يحب نختم كي اللي ما عندهمش هنقولوا للمشرع الجزائري لازم تكون قوانين تحيين القوانين التي تعنا بالطفولة المسعفة نعم يجب تكون قوانين وحق حتى قوانين في إطار مجال التشغيل نعم لأنه قانون الجزائري قانون العمل يقول لك أنه من حق الرجل والمرأة العمل أنه كل فرد في المجتمع عنده حق أنه يعمل إذن هذه الفئة حتى لو تكون طفولة مسعفة نعم بدون لاقب لم يتم تسوية الإسم من حقه أنه يعمل وأنه يساهم في بناء هذا الوضع نعم وحتى إلى جانب العمل ربما في هناك مشكلة في الزواج يعني أولئ الأشخاص إن كانوا بدون هوية يعني في بعض الأحيان يعني ربما يقعون في فق أنه الأخ يتزوج من أخته دون علمه يعني ربما على هؤلاء المتسببين في مثل هذه الردائل على الأقل يعني أن يعطي الطفل إسمه إحنا نقول وإحنا نتمنى وإحنا أنا نشخصه ونشوفه أنه الوقاية خير من العلاج نتمنى ونسعى كلنا يعني كل أطياف المجتمع يعني الإعلام يسعى لمحاربة هذا التدني في الأخلاق الأخصائيين مؤسسات الدولة القوانين الردعية كلها يجب أن تتضافر جهودها من أجل الحد من هذه الجرائم الأخلاقية لأن الجريمة ليست فقط أن أرتكب جريمة أقتل لكن مثل هذه العلاقات الجنسية الغير شرعية هي جريمة نعم جريمة يجب على القانون أن يعقب مرتكبي هذه الجريمة من الجنسين نعم لأنه لا تكلمش فقط الإختصاب يعني عندما تتعرض الفتاة إلى اختصاب هنا شق آخر يعني هنا يعقب مرتكب الجريمة ويجبر على الزواج منها لكن هنا أول شيء الوقاية لماذا هذا العدد الكابير من الأمحات العزيبات من الطفولة المسحفة وبعدها كذلك الذي سولت له نفسه في ارتكاب هذا الجرم عليك أنك تتدارك نعم تتدارك هذا الخطأ أعطي الإسم هنا نقول مسألة ضامير حتى الأسرة هناك أسر نعم ابنها يرتكب الجرم وهي هذه الأسر هي اللي تقوم يعني بإخفاء هذا الجرم لا تدرك أن هذه الفتاة ضحية لا تدرك مستقبلا أنه ممكن أنه هذه البنت تتلاقب أخوها وبالتالي نشوفوا أمر الذي لا يحمد عقباه لي واللي لقدر الله زين المحارم يعني أمر مؤسف أنا نقول للمشاهد الكريم أنه أمر مؤسف أننا نتناولوا هذا الموضوع نعم هذا الموضوع نتناولوه والأسرة الجزائرية المحافظة رأي تسمع لكن هذا واقع مرير وموجود يجب دائما أن نعاود ونقول أن ننشئ أبنائنا على القيم لأنه هاي اليوم مش روي يحدث إذا لم نقوم بدورنا كل مؤسسات التربية والتجهية الاجتماعية رح نحصد عدد كابير من الطفولة المسعفة رح نشوف روضع مرميين في القمامات للأسف للأسف الشديد هنا دور الأئمة نعم الخطاب المسجدي خاطب الشباب باللغة البسيطة كفانة من الطابوهات أزمة التواصل داخل الأسرة نعم نازيعة نحن نشخص لإيجاد الحلول عندما يكون نشوف أن المراهقة لا تتواصل مع الوالد والوالدة لا تتواصل عين لا تتكلم إذن هذا المراهق في فترة صعبة لروا يعيشها ممكن أن يأذي نفسه يأذي الأسرة أكيد أكيد نعم أستاذة دليلة فقط ربما في الأخير في هناك رسالة توجيها للمسؤولين الجزائريين بما أنك اليوم أنك مقيمة في بلدية بن عكنون وعلى ما أدر سيتم طردك منها نحن نهدر على رئيس اللجنة مسي براق نعاوني وليزيل وليعطيهم الصحة قال لك ما تخرج الشارع نشكر الفاروق عباس البريقادي هو الوقف معي قال هم ما تخرج الشارع فاروق عباس البريقادي إن شاء الله هربي يحفظه وقاسد البلاد هو مسكين قال هم ما تخرج قال هم تقعد ثم يعرف لي مني كنت صغيرة في المستشبه مراهقة عانيت هذا راجل وعليه الكلام فاروق هذا راجل مكاش كما هو في الشرطة مكاش اليوم المصير تاعي كيفاش دليلا؟ مصير تاعي مطلب زعمة دولة ديت وفرلي مشتاقة نعيش في دار مشتاقة محرومة مسكن شغل المزدعمة ما يرحمني الزكرة لازمني سكن يقويني بس كو سوفريت في الشوالي عملي صوت المستشفى نهر خلجني المهدير في دوميل دي ست هكا كنت مريضة بالدم كواحد مرحمني للبرد بس حلاز مكوش سوفريت كنت جوبيني تبكي تبكي ربي ولي عالم بس عارب يحن دولة ما خلانيش ما خلانيش بش يتعدم علي ولد الحرام كانوا هبين يتعدم علي يصطغلوني سوفريت في ذي كل لحظة عيشت الظروف سلعب بس عارب يحن دولة ما خلانيش بش نجي بضحية تعال الحرف نحن دولة مدينة مدينة سوفريت مدينة سوفريت انا ملتح بس ضغط للنعب لستقبلوني حسبي الله بني عملوا كالواع الم باش واحد يقعد بالشاري عمل اش يسهل انا تلمز وتعطيني يسيقني باني محرومة مدينة تحرمت مستكن باش نكون كيمة النسي ونشكر فارق عباس ومسكي اللي يقف معي وجاملهم في سيت عليزاس فودان قالوا ما تقرج فطح الشارع سينو أمر واني الشارع الشارع أنا مقدش ناشوين مايرحمش إن شاء الله دليل ندائك يصل إلى سلطة نزاحية معنز احتاد نبنا يا زيها نقدر نوصل نداء للجمعيات نعم بفضل يا أستاذ جمعيات الخيرية موجودة بعدد كبير على المستوى الوطني ألاف من الجمعيات منحة لها الاعتماد نعم هنا دوركم هناك جمعيات تعنا بالمرأة جمعيات تعنا بالطفولة هاو دوركم يعني أنا نقول نوجه رسالة جمعيات في العاصمة في البوليدة في الولايات القريبة رواحوا عند دليلة منفضلكم سعدوها ماديا معنويا وكلنا هنا يعني نقول حتى الأخي الصائيين زملائي أنه أكيد هي تحتاج إلى المتابعة النفسية والرعاية النفسية كلنا رانا هنا دليلة الكل لو معاك رانا نشوف وحتو أن القناة نقول كيمة الناس لا يجعلوني في البلدية أو خدمة أنا ثاني نسحق أوكيباسي ونختم كيمة الناس وننسى وش جوزت رأني كيمة هما كيمة أنا على شهم اللي ما عنده شو والدي وبابة تخلى عنه خلاص ما عبد أنا مذبية الدولة تطيني لكون جمعيات بفرلي بيت وكوزينة شغل لنا نحص روحي مع بلش عضو وني قصر أنا ونستر روحي أنا مليش حب أن نوح عند الناس ومبعتي حاوزوني من الغدوة بس كو عشت ظروف صعبة عند الناس تاني دولي وشردوني وتحبو يتعدو علي في المنازل رسالة وآهات واحدة من بين ضحايا دقيقة ولحظة هاو شي جدا في المجتمع الجزائري رسالة يعني من خلالها إلى مسؤولي هذه الدولة هذو بنات الجزائر هذو شباب الجزائر يوسفي براقل بيش اللي حفظوا عاوني قالهم هولك اكتب علي يا لزاقتيك قالهم عاونوها أصبحت مجهولة لازم تعطوها خدمة الله وإلايا وعطوها سكن مكان حتى نتيجة إن شاء الله دليل ندائك يصل إلى السلطات وإن شاء الله ربي فرج دليل إذن شكرا لك الأستاذة شكرا لك شكرا لك العفو شكرا لك دليل وإن شاء الله نتمنى وإن شاء الله في ظروف أحسن يا ربي يلحق النيداء إن شاء الله إذن مشاهدين دليل ما هي إلا عينة مما تعنيه هذه الفئة ربما من تهميش وحتى لمبالات من بعض الجهات ونتمنى أن يصل النداء إلى الجهات المسؤولة وتتكفل هذه الجهات وحتى وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بالدرجة الأولى أن تنظر إلى هذه الفئة ومشاهدين غرفة الأخبار زالت متواصلة ونلتقي بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر